لغياب أي فرصة تانية للتصوير الأسبوع ده للأسف مضطرة أصور الحلقة دي بينما الناس جرانا يا إما بيعملوا تجديدات في شاقتهم يا إما بيحاولوا يفتحوها على شاقتنا غصب عنا فأولاً آسف لو فيه صوت دقة أو تكسير طالع في التصوير وثانياً أتمنى أني ألحق أخلص الحلقة دي قبل ما لاقي دراع بني آدم دخلي من الحيطة دي ويا رب تيجي على قد دراعه أحداث فيلم ده سيسترز برودرز بتدور في الغرب الأمريكي سنة 1851 شارلي وإلاي سيسترز بيشتغلوا كقتل محترفين لصالح رجل أعمال كبير مسمي نفسه الكومودور الكومودور بيكلف الأخوين بأنهم يسافروا عشان يقابلوا كشاف شغال لصالحه برضو اسمه جون مورس مورس كان مطلوب منه أنه يتتبع ويلائي ويرائب هيرمان وورم وده كيميائي سرق حاجة من الكومودور والمفروض أنه لما مورس يوصل شارلي وإيلاي لهيرمان وورم يقتلوا ويرجعوا للكومودور اللي تسرق منه الرحلة طويلة وكل الشخصيات اللي في ديل هيرمان وورم بتقابل مواقف كتير بتغير من أولوياتهم وقنعتهم فيا ترى إيه اللي حيحصل The Sisters Brothers فيلم وسترن يعني فيلم كوبوي يعني صحرة كتير وحسنة كتير وضرب نار كتير ولو حضراتكم بتحبوا أفلام الوسترن فأنا أعتقد أنكم حتحبوا The Sisters Brothers ولو ما بتحبوش أفلام الوسترن تسمحولي أسألكم ليه؟ أصلا أفلام الوسترن دي جمدة جدا وأنا بتكلم عن أفلام الوسترن اللي بجد اللي بتقدر تستفيد من اللوحة القيمة دي وتضيف بصمة عليها أصل الأفلام دي مش مفروض تبقى مجرد رجالة نشفين بيطردوا بعض وبيدربوا بعض بالنار وفيه نوت حمر محشورين في الصورة وخلاص المفروض تبقى قصص جميلة بتحصل في الأجواء الرائعة دي أوقات صعبة شهدت ميلاد كل حاجة متعلقة بالحضارة الحديثة القانون والاقتصاد والتعليم والصحة والمواصلات وكل الحاجات دي ورجالنا شفين بيطردوا بعض وبيدربوا بعض بالنار برضو أصلي دي لسه سينما والمفروض تفضل مسلية يعني وده بالضبط هو The Sisters Brothers قصة عظيمة بتستثمر كل مفردات التاريخ والجغرافيا في الصورة المايكروسكوبية وفي الصورة العامة عندنا جوزين شخصيات بيفصل ما بينهم أيام قليلة من الصفر البدائي والأيام القليلة دي بتمثل كل الاختلاف في طريق التفكير الشخصيات دي بتمثل كل الاختلاف ما بين التمسك بالماضي والتطلع للمستقبل شيء ساحر وشاعري في أوقات كتير شاعري في الأحداث وشاعري في الحوار ما بين الشخصيات مع احترام كبير للاختلافات اللي ما بينهم الإخوة Sisters شخصيات بسيطة بيكسبوا رزقهم عن طريق القتل شارلي خامرجي ومتهور بينما إيلاي أعقل كتير وفي حاجة شديدة للاستقرار سهل جدا نلاحظ إن إيلاي بينتمي للمستقبل المتحدر ولكنه عمره ما شافه فما يعرفش طبيعته وبناء عليه الحوار ما بينهم ما هواش عميق أو معقد زي ما هو متوقع بس ماقدرش أنكر قد إيه هو جميل حتى وهو صدامي وبينتهي نهايات قبيحة بينما على الجانب الآخر وورم كيميائي وموريس يعتبر كاتب فالحوار ما بينهم عميق ومعبر وبرضو جذاب جدا ومليان عواطف إنسانية ده اللي بيسمح لك إنك تقدم شعر في الحوار من غير ما تنفصل عن واقع الأحداث ولما الحوار يبقى شعر والأحداث منطقية الصورة الكبرى بتطلع بالروعة دي غريب قوي إن يابتدي المراجعة دي بالكلام على النواحي الجمالية والفلسفية ده فيلم وسترن يعني فين ضرب النار والقتل الفيلم مش كله كلام بكل تأكيد وفيه نصيب كبير من الأكشن والعنف ومع ذلك برضو تقديمه فني جدا جاكو ديار مخرج الفيلم والمشارك في كتابته ما عملش المشاهد دي زي ما تكون فواصل استراحة في مغامرته السينمائية الراقية هو الحقيقة استخدمهم كأدوات لدفع الدراما كل مشهد مواجهة مسلحة التركيز الأكبر فيه كان بيبقى على المنظور منظور إيلاي منظور شارلي والمنظور الأفضل على الإطلاق بتاع موريس وفي بعض الأحيان منظورنا إحنا ده خلى المشاهد دي مش دايما واضحة ولكنها فضلت ممتعة جدا ومغذية جدا لبناء الشخصيات والتوضيح مواقفهم من بعض بالإضافة طبعا لقد إيه هي كانت رائعة في التصوير والإضاءة والمنتاج فيلمنا من بطولة خواكين فينيكس وجون سي رايلي مع أدوار مسامدة قوية من جيك جيلنهال وريز أحمد وكلهم في أفضل فرمة بدون أي بروزة للأداء بتاع أي حد فيهم زمنهم على الشاشة مناسب جدا لشخصياتهم والطبيعة الأحداث هم اللي استثمروه بأفضل صورة صعب قوي أحدد مشهد معين وأقولك الممثل ده أبدع فيه وده لأن أغلب الأداءات كانت بتيجي إثنينات أو ثلاثات أو أربعات ولا حتى أقدر أقول أنهي ثنائي كان أحسن لما كنا بنقضي وقت مع تشارلي وإيلاي كنت بفتقد جون وهيرمن والعكس صحيح هي دي البطولة الجماعية كما يجب أن تكون واستمتعت جدا باللحظات الأوليلة اللي شفنا فيها خواكين فينيكس وجيك جيلنهال مع بعض أعتقد أن المشاهد دي حتبقى جزء من التاريخ كمان عشر سنين يا جماعة The Sisters Brothers هو أحد الجواهر اللي اتدفنت في 2018 فيلم ليه قيمة فنية حقيقية وفي نفس الوقت ممتع جدا في المشاهدة وما فيهوش عيوب واضحة غير بس أنه ممكن يكون أطول من اللازم ما تفهمونيش غلط أنا كان ممكن أعود مع القصة دي لتاني يوم بس حسيت أن أحداثه انتهت كذا مرة قبل ما تنتهي فعلا تقييمي لفيلم The Sisters Brothers هو 9 من 10 لو حضراتكم فوتوا الفيلم ده أو صرفتوا نظر عنه تبقوا غلطانين ده فيلم لازم يتشاف مناقشة الحلقة أنهي ثنائي من ممثلين أو ممثلات اشتغلوا مع بعض فيلم في آخر خمس سنين تفتكروا أنه هيبقى جزء من التاريخ كمان عشر سنين ياريت تساهموا برأيكم في القومنت ياريت تعملوا شارو ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجريكم الحلقات أول بول وتابعونا على فيسبوك و تويتر وبي باي اشتركوا في القناة